اهلا حبانا مشاهدينا في كل مكان تأمل اليوم موضوع بسيط جدا لكنه عميق جدا اشكر 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 والسؤال كيف ممكن اشكر في هذه الظروف الصعبة في هذه الازمة في الكورونا في المرض في الاحوال الصعبة وبصراحة العملية تأخرت صلنا اكتر من شهرين محجزين في بيوتنا مش عم نشتغل مش عم نعمل وصار الامور يعني صعبة وعم تتأزم في حياتنا طيب كيف ممكن اشكر في هذا الوضع وكيف ممكن يعني اكون فرحان في هذا الوضع تعرف حبائي الكتاب المقدس بعلمنا عدة امور عن الشكر الشكر هو عبارة عن اختبار اختبار عميق بحصل عليه بقوة الروح القدس الروح القدس بيسكن فيها فبامتلئ من الروح القدس وعندما اصلي يزيد هذا الامتلاء ففعلا بيسير تفكيري تحركاتي تحت سيطرة روح الرب الروح القدس هو روح الفرح وروح السلام وروح المحبة وكمان ايضا اللي بفيض فينا في شكر عميق جدا فالشكر هو اختبار وعندما نأخذ هذا الاختبار تتغير حياتنا الروح القدس بيسكن فينا بيسير حياتنا تصرفاتنا كلامنا سلوكنا طبيعتنا بتشابه يسوع المسيح شيء تاني الشكر هو حالي طبعا يمكن تقول لي في ناس ما اختبراتش المسيح بس في ناس الاخلاقيات بتاعتها عالية فالشكر بيصبح مثلا حالي فمثلا في كندا بعلموا الاطفال من صغرهم انه دايما لما بتطلب قول بليز ولما بيعطيك الشخص قول ثانكيو يعني ممكن تقول من فضلك وبس تاخد هذا الشيء بتشكر شكرا فهذا يعتبر حالي ولكن هذه الحالة الاخلاقية تخيل لو انه يعني اخذت عمل الروح القدس وبصير في تفكير الهي في الموضوع من خلال كل الظروف لكن هنا بتكلم على شيء اكبر شيء اعمى لانه ممكن هن تشكر اذا الظروف حلوة بكل الامور ماشية تمام اذا واحد اعطاك هدية اعطاك عطية حصلت على شيء بتشكر بالكتاب المقدس المسيح شفى عشر برص مرة واحدة رجع بس واحد اللي قدم الشكر ليسوع المسيح فكان سؤاله اين التسعة لكن عندما امتلئ بروح الشكر بصير عندي منظار بيختلف بيتحول من التزمر ومن الشكاية ومن النظرة السوادية والظروف الصعبة دائما بنظر من خلال الوحل ببتدي انظر من خلال مفهوم الهي من خلال منظور الهي من خلال مشيئة الهية من خلال ارادة الهية ثم الكتاب المقدس بعلمنا انه الشكر هو ذبيحة ذبيحة شكر عندما كانت تقدم الذبائح قديما كانت تقدم بالشكر وإلا من فايدة من اي ذبيحة تقدم من غير الشكر وطبعا في الرسالة الى العبرانين بيتكلم عن ذبيحة الشكر معتارفة شفاه معتارفة طبعا بيسوع المسيح فالشخص اللي بيشكر حياته هي ذبيحة مقدمة مكرسة مخصصة للرب له كل المجل ثم الشكر هو لغة الانسان يبخته نياله اللي بيتعلم لغة الشكر فالشكر بيطلعنا من ازمات كتير ومن اوضاع صعبة كتير كتير فالشكر بيعطينا قوة القوة بالشكر الشكر بيعطينا فرح والشكر بيملأنا في السلام والشكر طبعا بفيد فينا في حياة الرجاء حياة الانتصار حياة مملوئة بحضور الرب يسوع له كل المجل طبعا يمكن الظروف مش عم تتغير قال الرب لبولوس الرسول تكفيك نعمتي وقال بولوس أسر في الضيقات يعني عم بفرح في الضيقات احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة ثم يقول الرسول بوترس لا تستغربوا البلوة المحرقة حادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب لكن الشخص الممتلئ بالرب الشخص اللي شبعان في الرب الشخص اللي أخذ اختبار من الرب حياته بتتحول إلى حالة إلى ذبيحة إلى لغة كلها بتعبر عن الشكر والشكر أحباء اللي بيقودنا إلى السلام والفرح والرجاء والقوة بيعطينا توازن في الحالة الروحية فالحالة الروحية الشخص الممتلئ بيكون فرحان بيكون شاكر بيكون دائما عنده رجاء قلبه مليان في السلام هذه الصفات تعطينا التوازن في الحياة الروحية ثم أحبائي أشكر لأنه ما تتطلع لا تنظر إلى الحادثة وقت حدوثها لكن أنظر إلى إرادة الله من خلال هذه الحادثة شو ممكن أتعلم من خلال الوباء شو هي إرادة الله في هذا الموضوع إيه التمييز أو الحس الروحي اللي ممكن أستخدمه في هذه الظروف حياتي بيد من؟ لمين هي الكلمة الأخيرة؟ مين المتسلط في ممالك الناس؟ مين المكتوب عنه فوق العالي عاليا يلاحظ؟ مين المكتوب عنه أن الكلمة الأخيرة لإله؟ طبعا هو ربنا يقول الكتاب المقدس وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع المسيح باسم الرب يسوع شاكرين الله والآبي حتى في أي شيء بنعمله فعملنا الإيجابة المفروض نشكر الرب على كل فرصة الرب بيعطينا إياها على كل يوم جديد لأنه طرق الرب صالحة أمانة الرب لا تتغير مواعيده ثابتة كلمة الله بتشجعنا كلمة الله بتعزينا في كل الأوقات في رسالة بولوس إلى كنيسة تسالونيكي لصحاح الخامس في آية 17 مكتوب صلوا بلا انقطاع ثم في آية 18 على طول بيقول أشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم كما أن الخلاص هو مشيئة الرب كما أن حياة القداسة هي مشيئة الرب وهكذا أحبائي الشكر هي مشيئة الرب لكل واحد مننا بشكر أحبائي لأنه من ناحية تانية عدم الشكر تعبير عن عدم الإيمان تعبير عن الجحود والكفر أيضا علامات آخر الأيام في تمثال ستاني صحاح ثلاثة أول خمس آيات يريد تقرأها مكتوب أن رح يكونوا دانسين متكبرين مقتحمين متصلفين واوا ليستة طويلة عريضة لكن من ضمن الليستة هاي بقول غير شاكرين يعني من ضمن هذه الأوصاف الخطيرة جدا لهذه الوضعية ولهذه الحالة سمة آخر الأيام هو غير شاكرين فإذا الشكر هو تعبير أنه أنا قابل أنه الله موجود الله حي الله في حياتي الله مش تاركني الله مش ناسيني مكتوب لا أهملك ولا أتركك أيضا وعندما نشكر خلينا نتذكر بعض الأمور أنك أنت مش وحدك لسنا وحدنا الرب معنا حتى في النار ومعنا في هاي الظروف ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير وأنه ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا شيء ثاني إحنا عايشين حياة الانتصار منتصرين من خلال انتصار يسوع المسيح شيء ثالث عنا رجاء حياتنا يعني مش عشوائية إحنا موجودين للأبدية يعني إحنا موجودين على الأرض للأبدية فهالحياة إحنا منشكر ومنبارك ومنشهد ومنربح نفوس من أجل يسوع المسيح مش عشان يبقوا على الأرض يعني قيمتنا هي في الأبدية وأنه كل الغرض من هذا الوجود أنه هذا قطار عابر إلى الأبدية فمن أجل هذا منشكر الرب اليوم أعطانا يوم جديد مراحمه جديدة أمانته ما بتتغير أعطانا فرصة جديدة أعطانا نفس حتى نشهد عنه حتى نشكره هل شكرت الرب في هذا اليوم أم أنك أنت عم تنظر لكل شيء سواد حواليك عم بتشوف بس الأزمة وبتشوف المرض وبتشوف الضيقة أحبائي أشكر أشكر رب على كل شيء بعدين عنا إله إحنا مش متركين يعني العالم الإلحادي بيلتج إلى الإلحاد وفي ناس بتلتج إلى ديانات تانية لأنه بتلبي لها رغباتها وبتشبع شهواتها بس إحنا إلهنا منتصر حي هزم الموت قام من الأموات عنا إله حي موجود اتمسك في هذا الإله وشيء آخر انظر إلى يسوع المسيح يسوع مر في أفضع الآلام هو مثالنا في كل شيء وبعدين هو غير متغير يعني محبته غير مشروطة نعمته وعطياب بلا ندامي الرب أحبنا محبي يعني مثل ما يقول الكتاب بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا شيء آخر ثق في وعود الرب وانا عاوز أشجعك اليوم جرب انك كل يوم تقرأ وعد من كلمة الله واتمسك بالوعد المكتوب الله معاك الله مش تركك الله مش ناسيك هو حي هو موجود يأتي في ظرفك انت في كل ضيقهم تضايا وملاكة حضرته خلصهم هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصهم طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني أحبائي أشكر 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 والرب يباركك بحب أسمع منك شارك هذا الفيديو حتى يكون بركة للآخرين الرب معك شكرا